السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا في الجزء السابق من هذه الوحدة مفهيم الجسم الجاسئ والقوة التي تؤثر على هذا الجسم الجاسئ وسنرى إن شاء الله في هذا الجزء من هذه الوحدة مفهوم الاتزان طيب ماذا يحدث عندما تؤثر عدة قوة على جسم واحد إذا أثرت عدة قوة على جسم واحد فإنه سوف يحدث له تسارع إذا كانت محصلة القوة المؤثرة عليه لا تساوي صفر وذلك طبقا لقانون نيوتن الثاني المكتوب أمامنا بكل بساطة محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي كتلة مضروبة في تسارعه إذن باختصار شديد نقول أنه إذا كانت محصلة القوة المؤثرة على الجسم لا تساوي صفر بالتالي فإن التسارع لا يساوي صفر إذن سيحدث تسارع لهذا الجسم طيب الحالة الثانية إذا كانت محصلة القوة المؤثرة على جسم تساوي صفر فإن هذا الجسم يظل على حالته من السكون أو الحركة بسرعة ثابتة طبقا لقانون نيوتن الثاني وفي هذه الحالة يقال إن الجسم في حالة اتزان نلخص بسرعة إذا كانت محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر فإنه طبقا لقانون نيوتن الثاني سيكون عفوا تسارع هذا الجسم يساوي صفر وهذا ما يعني بحالة الاتزان يجب الإشارة هنا إلى أن الاتزان لا يعني بالضرورة السكون عن الحركة وإنما باختصار هو الحركة بسرعة ثابتة أي بدون تسارع طيب مثلا الاتزان لا يعني عدم وجود حركة فمثلا جسم يدور يمكن أن يكون له سرعة زاوية ثابتة وبالتالي فإنه سيظل في حالة اتزان متى يكون الجسم في حالة اتزان؟ هنا لك حالتين إذا عملنا الجسم كجسم صغير عندئذ يكون الشرط الوحيد الذي يجب استفاؤه للاتزان هو أن تكون محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر هذا هو الشرط الوحيد للاتزان بالنسبة للأجسام الصغيرة يكفي أن يتحقق هذا الشرط هاتف نشوف مثال لدينا جسم تحت تأثير عدد من القوة F1 F2 F3 F4 F5 إلى آخره ما هو الشرط ليكون هذا الجسم الذي نعتبره هنا كجسم صغير في حالة اتزان؟ إذن الشرط الوحيد هو أن تكون محصلة القوة تساوي صفر حسبنا هذه المحصلة ووجدنا الناتج لا يساوي صفر فنقول بكل بساطة أن الجسم ليس في حالة اتزان طيب هذا بالنسبة للأجسام الصغيرة أما بالنسبة للأجسام الكبيرة فلكي يكون الجسم في حالة اتزان لأن أيضا يجب أن يكون هذا الشرط مستوفى ولكن غير كافي يجب استفاء شرط آخر ألا وهو أن تكون محصلة عزوم الدوران لهذا الجسم حول أي محور يجب أن تكون مساوية لصفر إذن إذا كانت الأجسام صغيرة يكفي أن يكون هذا الشرط الأول متحقق بينما إذا كان الجسم كبير يجب أن يكون الشرط الأول ولكن يضاف إليه الشرط الثاني ألا وهو محصلة العزوم تساوي صفر